السلام عليكم اليوم قصتنا على واحد الرجل كبير طل من البالكون ثقصة ولده ولده كان في عمره 30 سنة قال له ماذا هذا يا ولدي قال له يا بابا هذا غراب يعني طير هادك واسمه غراب من بعد عاود ثقصه بابا قال له غراب ومبازل شوية سكت ومبازل شوية ثقصه قال له يا ولدي وماذا هذا يا ناضي عيض عليها قال له كيف تسخصيني على حاجات التمرات قال له انه يقول غراب هاده صعيبة باش تفهمها بعد سكت هادك الاب راح لبيته يعني فيه ودور راح لبيته وجبده احد المذكية راح تتوقع بكري وطه الولده في الصفحة فلانية قال له اقرأ ومبعد قرأ هادك الولد قال هادك الاب كان كاتب قال اليوم يا ولدي قفل ثلاث سنين وشفت واحد طائر وسقصيتني قلت لي وشنو هاده قلت لك هاده غراب وعاود سقصيتني عشرين مرة ونقول لك عشرين مرة هاده غراب ونعنق فيك ونبوسك وبعد راحنا نلعبه كيف كيف تم ناضي ولده يبكي 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 وقال له سامحني يا بابا يعني شوفوا الفرق بين الاب والابن الاب شحال راحيم في التربية والاب شحال ما عندوش طاقة الاستيعاب ومعندوش الحنانة ومعندوش الباسيانس على والديه وغيرون لازم والدينا نكونوا دايما دايما حنان معاهم كما قال ربي وقل ربي رحمهما كما ربياني صغيرة بار الحكاية على اليوم شاء الله تكونوا عجبتكم ونتهلوا في والدينا قد مقدرنا نكونوا احنان معاهم وصابورين تاني كي يكبروا بار الحكاية على اليوم ونتهلوا في ربكم ونتلاقى رب مصر سلام